أنا مرودة مرحبا بيك شكرا لك على قابل دعوة إيه عايشك وشكرا لكم أنتم على الدعوة وشكرا لمستمعين موزاي كثان مزال عند برشة وينسا فما نقص معرفة في مفهوم الاتجار بالبشر لو ديت وضحنا شنو جرأ من الاتجار بالأشخاص وفاش تتمثل في تونس خاصة شوف أحنا ديما قبل ما نبدأه ثم إشارة تاريخية على الأقل اللي عندها قيمة كبيرة برشة في تونس تونس كانت أول بلاد واحنا دير هذا عمرنا ما سوقنا له في تونس تونس كانت أول بلاد في العالم مش في العالم العربي والإسلامي في العالم أجمع اللي ألغات العبودية والرق بواثيقة رسمية قبل ما تخرج البرلمانات بتاع 1907 قبل أحنا تونس 1846 ألغات العبودية والرق إيه دير نسكول تعرف أبراهام لانكولن في 1865 بعثل تونس بشي ياخذ التجربة التونسية وترجمها للغات الكل وموجودة لتوى أحنا دقاقنا في المسألة هذه وموجودة لتوى الوثيقة اللي بعثها حسن الحسين ومقالش لنا سيادة الدولة الأمريكية خذوا من عنا يعني التجربة المقارنة وموجودة لتوى في جامعة هاربارد دونك تونس ألغات العبودية والرق في 1846 إيش نول صار وعليش قاعدنا الـ 2016 بش خرجنا قانون اللي هو مكافحة التجربة للأشخاص واللي يعتبر العبودية الحديثة أشكال العبودية الحديثة كيف ما تعرف الجرائم ديما مستحد فالجريما تبيت اليوم غدوة تصبح على شكل آخر دونك أحنا ما كنش في فراغ تشريعي كانت عنا برشة نصوص قانونية موجودة في المجلة الجزائية في مجلة الشغل في مجلة حقوق الطفل وما إلى ذلك في تونس ما كانتش الضحية تاخذ مركز الضحية وأحنا وقتها جات برشة قضايا إنساء اللي تم استغلالهم في لبنان في قطر في برشة بلدان بعد جاء ولات سعودية ولات برشة بلدان عربية اللي استغلت أترافير مكاتب التوظيف بالخارج اللي تمارس بطريقة غير قانونية ووقتها كان لازم وأنه نحطوا قانون على خاطر إنساء ذوما منهم البعض وقت اللي هربل تونس بشي تحمى في بلاده دخلناهم للحبس واعتبرناهم من خريطات في الدعارة ألور كهما كانوا ضحايا الاتجار بالأشخاص وقتها بعد الثورة تونس فقط اللي أحنا مصطلح الضحية ما هو موجود في قوانيننا يكون كي تعمل مسح تشريعي كامل أحنا وقت اللي بحثو لنا استشارة على قانون بتاع العدالة الانتقالية وتعرف مليح قانون العدالة الانتقالية تبناء على الضحايا الثورة ولا جرح الثورة وقتها مركز دراسية القانونية والقضائية في الإجابة بتاعنا في القانون يلزم تعرف شنو هي الضحية بيش تنجم ترتب عليها تدعيات قانونية عنا المجني عليه ولا المجني عليها وعنا المتضرر أو المتضررات أما معناش الضحية وعليش معناش الضحية وقت اللي نحن نعيشه في بلاد اللي عندها برشة جودة في سياغة التشريعات لنا كان بقرار من الدولة خيار من الدولة ما حبيتش تدرج كلمة الضحية على خاطر الضحية تحمل الدولة مسئولية التعهد ومسئولية التعويذ غابت مصطلح الضحية ودير تخل في العدلة الانتقالية أول مرة بعدها تخل في قانون الإرهاب ثالث مرة تدخل مصطلح الضحية تخل في قانون للتجار بالأشخاص للتجار بالأشخاص الناس تسخيل وأنه العبودية الحادثة ولا للتجار بالأشخاص شو العبودية الحادثة السياح؟ هذا هو اللي جايته يعني الناس جنرال ما يسخيلوا كيف ما وقت ما تفرجنا وإحنا صغار على فيلم الرسالة وبشتلقى منصة ومحتوطة عليها عباد وناس تزايد وتبيعي ينسيد وسويل بيانك وقت أنا نقول على الأقل كانوا يتباعوا عالنا العبودية الحادثة اللي قاعد يصير فيها لبيع وشريع سرا وليصير فيها ببيع وشريع كبير برش وما نشوفوهمش فاش يتمثل للتجار بالأشخاص للتجار بالأشخاص وقت اللي شخص مهما تكون صغير كبير مرأة راجل مهما يكون تونسي ولا أجنبي يتم نقلو ولا تنقلو ولا استقطابو ولا تجنيدو باستعمال القوة بنسبة للطفيل مش لازم استعمال القوة حتى كنهزوه بالقراقة وقتها إذا كان الهدف من هذك الكل وأنو نستغلوه بما دخيل وما ربيح مالية وإلا ديزافنتاج وقتها يعتبر ضحية للتجار بالأشخاص نجي ونشوفوا بعض الصور مثال نقولوا إيسار الدين مثلا إيسار الدين اللي موجود برشا وهو شنوى إيسار الدين معناها إنسان يكون أسير لدين أحنا مثلا إذا كانت جي تشوف في مناطق الشمال على الأقل نحكي على المنطقة اللي أنا فاهمين موجود موجود في تونس الجمهورية الكل ساعات تلقى شخص اللي عنده حاجة كبيرة للفلوس ولا عنده شكون مريض يتسلف فلوس من عند من عند أي شخص ومبعد يصبح ضحيت الشخص اللي يسلفه أبسوليما مبعد يعرف الشخص اللي يسلفه اللي هو ما ينجمش يرجع له خاطر فحياته مثلا تسلف من عنده مليون فحياته يعاود يخدم ويعاود يتولد ما هوش بشي حصل مليون يقولوا إيجا يخدموا عنده باللقمة بتاع المياكلة بتاعه جيب مرتك تعاون المدام وعندك كزوز بنيات مش نبعثهم الولاديين سيدوا سويت ثم عائلات تتولد وتموت وهي في الوضعية بتاع العبودية هذي أبار هذك شفنا الولدات الصغار انتي وين ما تمشي احنا نشريوا من عندهم الكلنا اللي يبيع في مشموم اللي يبيع في البابير مشوار هذكم الكلهم تقريبا وراهم شبكات دير جنرال ما لاحظ وقت تشوف الولدات الصغار يبيعوا في المشموم ولا يبيعوا في حاجات من نوع هذا وقت الليوف المشموم مني دي دود سويت يجيه تبق مليان في دي ما يتنقلش خاطر ثمك ما يندير دي ما تلقى باشي ولا تلقى الناس ديز أدولت اللي هما يخدموا في الصغيرات هذوكم ما نحكيش على الاعتداءات اللي يتعرضوا لها بطبيعة الحال الصغار هذوكم من اعتداءات جنسية واستغلال جنسي وما إلى ذلك دونك الأشكال العديدة ومتعدة حكيت أنا على المكاتب الخاص على التوظيف بالخارج واللي تقريبا احنا عنا 24 مكتب يمرس بطريقة قانونية عنا قدهم ثلاثة ولا أربعة مرات يعني عنا في القراب في النوار مكتب لا مهمش في النوار لا لا يحكي لكم أخرين لا لا هذوكم اللي يمرسوا بطريقة غير قانونية حالين عيني عينك آه عيني عينك ويخدموا هما في النوار أما أنا أعرف اللي هو موجودين لكن أي ولكن ليكموا عيني عينك ولكن ليكموا عيني عينك وخلاف هذك تلقاه عنده المقر متاعه يجيب يعمل كاستينغ على البنات ولعنسا من بلدان اللي من المفروض وأنوا نساهم وكل مقربتين ولي تحب أنت دونك الإشكال اللي هنا في المكاتب هذي ما نعرفوش حتى وين قاعدة تبعث على خاطر المكاتب هذي تبعث في عدد كبير يسر متوانسا تنجم تكون تبعث الداعش تنجم تكون تبعث لبيع الأعضاء تنجم تكون تبعث على الأقل اللي متأكدوا عننا نحن واني بعثت برشة ناس للاستغلال الجنسي للاستغلال الاقتصادي للمتاجرة فاهم دونك هذا هو للتجار بالأشخاص وقت اللي ينتي عبد تنقلوا ولا تهزوا ولا تجند ولا تستقطبوا ولا تستعمل نفوذك زادة وخاطر هنا ينجم يكون باستعمال النفوذ مش بالضرورة يكون بالقوة والعنف في انسيدو سويت نو ولا زادة وعدت به بجتاخذ انتي منصب ان كونتر بارتي مي يكون الهدف متاعك وان بجتحقق به ربح ربح مادي ولا معنوي ولا اللي هو ولا خطة وظيفية بو ام بارت كنت على الموضوع حارق كماما الموضوع حارق وصعيب تساولمت على طفل زادة ليلزمنا ويوجع برشا ويحطنا يحطنا أمام أمام الهش يحطنا أمام الهو يحطنا أمام بحقيقة وضعية كنت أعلنت قبل أنه نشر تقرير السنوي للهيئة غدوة 22 22 أكتوبر حاضر حاضر التقرير السنوي مدام بيونسير التقرير السنوي حاضر هو احنا توخر لنهار 27 باعتبار وأنه التنسيق بين عدد من الوزراء اللي بيش يحضروا للإطلاق خطر هام جدا وأن الدولة التونسية خطر لنا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الوطنية وزادة بيش ننقول وراهي الدولة سيفري ما هيش موفرة لإمكانيات اللازمة واللي تحب أنتي أما راهي زادة منخرطة في مصار وأن يتكافح الجريمة المنظمة إيتو دونك التقرير متاعنا حاضر بتبيعة الحال حصائيتنا حاضرة أرقام مدام مؤشرات الكبرى الآن شوف أحنا مدام العبيدي بمكافحة الأتجار بالأشخاص أحنا خلينا نقول خصوصية لـ 2020 خطر 2020 عام ما هوش كيف العوامل كل اللي تعدى في تونس باعتبار وأنه كان عام الكورونا عام جايحة الكورونا واللي بتاتر الناس تقول شنو العلاقة بين هذا وهذا علاقة كبيرة ياسر علاقة كبيرة ياسر تداعيات الكورونا على السيمات والبروفيل متع الضحايا كبيرة ياسر ومتع المتاجرين كبيرة ياسر وهاتوا نجيه 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 نحن على الأقل نعطيه الأرقام العامة بنسبة التقرير متع 2020 ونديما في الأرقام مذبية نقارن بش العبادة تكون عندها ربير إذا كان ناخذوا مقارنة ما بين 2020 و2019 في الاحصائيات نلقا وصيف ري عدد الضحايا أقل شوي و907 على خاطر تقريبا العام أغلبوا البلد مسكرة الحدود مسكرة بالنسبة للفارقة ما دخلوش برشة اللي أغلبهم يكونوا ضحايا للتجار بالأشخاص لليسي مسكرين المعاهد الدنيا كلها مسكرة علشان حكيت على الليسي والمعاهد إيتو سيفريل عدد نقص شوي لكن صفك بالمقابل أعطانا مانتي يعني صعود في نوعية معينة متع جرايم اللي هو أنا أقول مش مختر أكثر شوي من المختر ناخده مثال ناخده مثال وأنه مثلا الاستغلال الجنسي للأطفال كتقارن 2020 على 2019 2020 نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال تزادت بنسبة 180.6% الجريمة هذي اللي استهد في الأطفال يقول القاي اللي أطفال هذومة أنت قلت البلد مسكرة اللي سيات مسكرة والمعاهد مسكرة والعباد ما هيش الدور في الشارع كيفاش تم استغلال بنسبة تقريبا 200% زادت في عام يعني وهما في وروا في الخارج النسب هذي خاصة كي تستهدف الأطفال لو كانت زيد 0.01 دنيا تقوم وتقعد بشي شوفوا عليش أحنا عنا 180.6% في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال النسبة الأخرى اللي عارفة تطلوها وبش نرجع لهم الزوز النسبة اللي هي محاولات بيع الرضع والأطفال ومش حتى محاولات خاطر ثم اللي تم يعني ثم المحاولات وثم اللي تم وثم نرجع لهم أبسوليما دونك لهنا وقت اللي الهيئة حاول تتدقق خاطر نحن نخدم معلم الداخلين كل مؤسسات الدولة كلها مع المجتمع المدني معلم اللي هي كانت المنتين بتاع السيبر كريميناليتي الجرائم السيبرنية وبرشا ناس تقول مدامها سيبرنية دونك على الفيرتويل ما هيش دونك ما نجموش يوصلوا يستغلوا الطفل هذا بصفة مادية جسديا مادية مباشرة نو مش صحيح مش صحيح خاطر الجرائم هذه تم سيبرنيا استقطابهم وديار أنا سعادة وديار بش نعمق النظر في المسألة هذه لاحظتوش في فترة معينة كثرة جرائم الانتحار متاع الأطفال 13 و14 سنة و15 سنة أنا أقول من بين الأسباب متاع المنتين متاع المنتحار هذيك هي استهداف الأطفال هذوما بالجرائم السيبرنية شنو اللي يصير في الجرائم هذه يجي نعطيك بنيا صغيرة صغير صغير يقعد تشاتي مع مع حد على الانترنت وحنا ديفواء العائلات تستحلى أو قاعدين هاي قاعدة في بيتها هاي مع الانترنت ولا ولدها كيف كيف خطرها استهد في الأولاد واستهد في الأبناء كيف كيف والفقير والغني والشرايح الكل وهي تشاتي معاه نجم ياخذلها تصور وهي في الكادر متاحة في دارها وراها كواترو بتعبوها بحذها الطاولة متاح في وسط الكادر متاح بعد بالفوتوشوب يبدلها هي ما يخليها في الكادر هذيك ويبدأ يمارس الابتزاز على البنية هذيك ولا الوليد هذيك والعائلات انخرطت بالخوف وعطت الفلوس وراي مش فلوس متاع فدلك ومش فلوس متاع لعب وراي ناس باعت بش تعطي الفلوس مقابل وانه الفيديو اللي يعرضوا خطر يوريوهم اشن هو الفيديو اللي تركبت وإلى ليه ثم ما زاد الموش مركب ثم اللي صحيح يعني يستدرجوهم ويسجلوهم في دي فيديو في تصاور في توسكو يتم ابتزازهم بالفلوس ثم اللي يتم إرغامهم على خاطر في فترة معينة بعد الابتزاز ينجم يقول لها مثلا غدوة نتقابلوا في البقعة الفلانية ياخذوها بش تولي يعني يعني يستغلوها فعليا دونك اللي هنا راي تاخذ الأشكال الكل الأشكال الكل وهذاك عليش احنا اليوم نقول وراهي الجريم السيبرنية اخذات منحة خطير ياسر في تونس وقعدة تطور بشكل غريب ياسر للأسف عنا مشاريع متع قوانين في جريم السيبرنية قداع عندهم قداع عندنا ثلاثة سنين ولا أربعة سنين نحكيوا على مشروع القانون اللي موجود ما الله غالب ما هم ماش داخلين في الأولويات كيف ما قانون ما كاتب التوظيف بالخارج اللي خدمناه وخدمنا عليه من 2018 وهو موجود في مجلس النواب التو نرجعين بعد الفاصل هي مدام روض العبيدي رئيس الهيئة الوطنية مكافحة الأتجار بالأشخاص اللي كان عندهم صغيرات بحث الرجوب رب يبدأوا بعدهم شوي على خاطر الأمور صعيبة وبتنجم من بعد تفسروا له دام عبيدي اليوم الوضعية تبهت برشا وانتي كنت تحكي لعلى التشريعات لكني تقولوا فقط أنه في بلدين أخرى من العالم تلقى في رقة بوليسية خاصة بجراءة ميسيبرنية وتلقى في رقة الهذية تقوم ب تقوم برصد الأشخاص اللي يقوموا بالاستقطاع وتعمل فيهم في شي وفي شي ناسيونال والفي شي ناسيونال هذية يتقاتم معادي في شي أخرين موجودين عند الانتربول وأنه الخدمة هذية تتخدم خدمة كبيرة ياسر وتتبع تعليبة وتتبع عليك المقبلة عليش نتنهد خاطر بهت شوي كيفش ننجم اليوم دابوغ هل لقين انتوما تعاون من السلطات في تفكيك القضايا اللي تجيكم مدام عبيدي شوف أنا كيف ما تعاودت اللي ثم نقوله ونشكرك على ذلك حقا هذاك هو هي إحقاقا للحق ونشكرك على ذلك شوف احنا بالنسبة لمؤسسات الدولة نعطيك دوز اكزامبل على الأقل اللي فاعلين في المسألة هذه بدرجة كبيرة مش في التعاهد والمساعدة ينسي دوسوية خاطر عنها كل جهة فأنا مرحلة تدخل أنا كيف ناخو مثلا وزارة الداخلية وناخو من دو بيه حماية الطفولة عنا فرقة مختصة الداخلية مختصة بجرائم للتجار بالأشخاص هل يعقل وأنك تعمل فرقة اللي تغطي كامل تراب الجمهوري اللي عنا 27 ولاية رأيك تسمى على خاطر كتاخد 24 وتزيد سفاق 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 وثما كرهبا واحدة ويلزموا يتنقل الكامل تراب الجمهوري الهيئة عندها 4 سنين يتتنقل بإمكانياتها الخاصة الخاصة نقولها يتمشي بإمكانياتها الخاصة يتجيب الكوري يمتاح بإمكانياتها الخاصة دونك الهن شنو النجم تطلب منه فرقة هكي شنو النجم تطلب منه بالحق الناس تخدم ليل مع نهار ماتنا جمش تغطي يسيرتوب بالعدد اللي عمال يطلع بتاع التجار بالأشخاص نجيو المندوب حماية الطفولة أنت تجي تحط مندوب مثلا نقول على ولاية جندوب بما فيها بتفرعات بالعمالة المنزلية بميات الزغار اللي يستقطبوا فيهم بتسكو في فولي تحطوا غادي ونعرفهم لي حتى ظروفهم المادية واللي تحب أنت ما عندوش موين ترانسبار ويخدم واحد بشي غطي كامل ترى بالولاية هذيك مستحيل خلاف ذاك وقت اللي يتلفت وراه عنا من دو بي حماية الطفولة يبيت كبيرة وعرزة معنا مش سهلة خلاف ذاك خلاف ذاك وقت اللي خرج صغير في وضعية بتاع تهديد فما اللي بيت في داره قرطان يمنعوا القانون خاطر ما عندو وين يحط عنا دمات سا اللي بيتو فلي كابيني متاح خاطر مثلا ما شوين يحط دونك الهنا رأي النوعية هذي ما هيش حكاية قوانين لافتات نهز قانون وكل عمل هيكالية نحنا على مشكلة دونك اليوم بشيكون صغير ويكون لاتريمان الانسان في أولوياتنا وحقوق الانسان في أولوياتنا ولا ما هوش في أولوياتنا دونك الهنا رأي ما عادش نجموا نقدموا بالقوانين بتاع اللي فتات نعطيك الهيئة جاءت في فيفري 2017 الهيئة لليوم لليوم للقيقة هذي الهيئة ما عندهاش ميزانية ما عندهاش ميزانية زيرو ميليم ميزانية دونك الهنا كيفش تخدم تخدم يلزمها تخدم كيفش تخدم احنا نخدم مع المنظمات الدولية نمشي والمؤسسات ومشكلها تتعاون مؤسسات الدولة ثم الي يمشي معنا جيس كوبو يعاون بلي نجم في القيوة مثلا وزارة شون الاجتماعية في الصحة وزارة الصحة مشكورة بيانكل الأمر متاع مجانية العلاج ثلاثة سنين وحنا نناقشو في أمر قانون الارهاب اخرج في العشر متاع الوقت متاع الأمر هذا اللي مزال ما خرج مالقريسة قبلوا علينا وقبلوا في البريود الصعابي ينسي دو سويت دونك الهنا يا إما تلقى ثنية مع المؤسسات متاع الدولة بشكلنا نتعاونوا ونشدوا صحيح حتى ليفرج ربي خاطر أنا ديما نقول الفوتونيربان الفوتونيربان وبش نقعدوا موجودين لليوم والغدو وبميزانية وبليش ميزانية وبإمكانيات وبليش إمكانيات قاعدين وموجودين ونخدموا بدرجة كبيرة ياسر أحنا 2020 الدنيا مسكرة خرجنا قرابة الـ 15 سيبار من الأدلة التكوينية من السيبار كل شي الفوتونيربان خاطر هنا هالمراحل هذي الاستثناء يومانيش نحكي على الاستثناء الآخر نحكي على المراحل هذي اللي مزال اللي اللي غالب اللي غالب يعني فيها إشكالات كبيرة ياسر الفوتونيربان مناجمو مش نسلمو دون لازمنا نقدمو إجميع يوم فيغا فما جرائي مدام خلي نرجعو نقربو شوية للتوينسة خاطر نستغل أنه أنت معايا وقادر أنه الآن وحنا على بواب تقرير سنوي جديد مش تلمو حول الوزراء الوزراء اليوم يمكن إيديهم قيدة أقل قادرين الوضع استثنائي نحكم عليه كما نحب ولكن ان تغم ديفيكاستي ينجم الامور أسان فما جرائي التونسي ممكن ما يتصورش أنه أنه هي موجودة في بلاد ولأنه كان تقريبا مسكوت عليها كما بيع الرضع مثلا الأخير هالأم اللي باعت صغارها الأربعة على امتداد سنوات وما فيق بها حد هوني وين الديسفونكسيون إذا كان هي تبيع على امتداد سنوات الحقيقة نبهت أنا أنا هي الحلقة اللي ما خدمتش شوف بالنسبة للقضية أنا نعرفها القضية هذه هو أنت شفت احنا قلنا بين 2020 تقارن 2020 على 2019 قلنا الجرائم هذه تزادت بنسب 62 أصل 5% بالنسبة للمحاولات بايع الرضع ولا بايع الرضع والأطفال شنعطيك شيفر مزال مخرج في حتى بقها فضل يعني بتاع اليوم الصباح فضل احنا 2021 مزال ماكملش ها 2020 عنا 13 حالة 2021 مزال ماكملش عنا 62 بايع رضع بايع رضع اللي مش بش تطلع 62% وقت بش تطلع يظل 300% ولا 400% شنوه ساير في مخ بيتش شنوه ساير بالضبط شنوه ساير الفلوس مشكلة الفلوس كيف ما قلت افكتف ناخذ نأخذ الأمراه هذي اللي فقر والله أنا ما مبررش بالفقر سنسرمان على خاطر كان بش مبرر بالفقر رو كل شي واللي متاح كل شي عندك مشكلة يمشي للحكومة يمشي للدولة مموش نضحيو بالأطفال الصغار كيف ماش برشا كيف نحكيو ناخذو الكاه هذا على الأقل يعني نحكيو علي الكاه هذا عليش ما شافه حتى حد عليش ما شافه حتى حد شوف الكاه هذا عليش شفت في اللولين وقت اللي قلت راي الجرائم هذي ديما تقعد جرائم مستحدثة وإذا كان احنا ما نتحركوش غدوة كيف تتحرك على اللي شفته ديجا فاتك هو بدل لميتود وتجيوزك ومشي احنا ثم قضايا اللي تبين ونقعد نحكي باعتبار واني قاضي نحكي على الشبهة خلينا في الشبهة بيانكو في التحقيق اللي تلقى فيها من فرمليات من ناس في مؤسسات تحرص النساء هذوكم لكاه هذوما اللي جيو طالبين لاد اين سيدو سويد دونك اللي هنا هو أصل ستوتا دونك شبكة هما شبكات كاملة اللي تخدم الشبكات هذي اللي احنا وقت اللي نقوله بيش تبيع صغير وإلا بيش تفرط فيه ولا بيش تعمل تبني هاو قولك انا المسئولية كالكو بار في العوام هذه انا على الاقل كيفاش نقراها احنا في القانون متاعنا يسمح بالتبني اي صحيح جادنا فطرة اللي مترويكا مو يفو دير اللي شوستي كالسان اي اللي قضايا التبني كلها تقريبا كفالة تبني لا تبني حرام تبني حرام ينسي بسويت تبني حرام منين جال قرار وكيفاش ومنعرف شنو لوج تبني حرام يخلق شبكات هذا اللي خلى مثلا وزارتشون الاجتماعي لقى تشكيل كبير على الصغار اللي عندها وما تمش تبني عليهم خلاف هذك نلقاه وزادة الناس اللي موجودة في السيركوي هذري برشة فلوس برشة فلوس يعني الهنا كيف تبدأ انتي من الواسطة الأولاني للي بعد للي الدخل ننسي هذو حتى كيف تدخل تولد ما تولدش في المؤسسات العمومية في الغالب تولد في البريفي إذا كان ولدت في البريفي دجا تعطي الاسم بتاع الكوبل اللي يستنى ما تعطيش اسمها هي ورجلها دونك صغير أساسا ما عادش نجمو نعرفو هو ولدشكون على خطر وقت تدخل ما تعطيش اسمها واسم رجلها وإلا اسمها أو ما نعرفش ما نعرفش بزنس بزنس متكامل دونك تعطي اللي يستنى يتحط باسمهم المال دونك فيتحط باسمه هو منين ما يخرج عنده الوثايق اللي مرته هي اللي ولدت وصغير هذا كولده ميوكسا ثم اللي حتى يشرط يقولك أنا ما نحبش تنتبنى ونحب صغير من صلبي دونك مرأة تحبل مني أنا باش ناخده أنا ومرتي دونك الحالات والوضعيات وهذا يطلب كيف ما قلت وإني المسائل هذي رأي يلزمها ساعة تتقال وتتحط ويلزمنا نشوفه كيفاش كل واحد فينا بربي جملة واحدة أحنا الشيء هذا رو عنا أربع سنين تقاريرنا ما ثماش حاجة ما تتحطش فيه ما ثماش حاجة كل شيء وقلوه كيف ما جاي كيف ما هو وبقراءة ليه زادا نحاول وانو نعمل قراءة أربع سنين موضوع ما يتحملش التخب أربع سنين وإحنا ماشيين الناس كله يوصل هالتقرير متاعنا أربع سنين ما ثم ما حتى طرف نادالنا قال كيس كيس باس ما ثم ما حتى طرف جاي بورطان هبتوا استراتيجيات وطنية وخط الطوارع وتوسكو فوفولي التوى لليوم أنا تمنيت أي حد ينادي يقول شنو هاد عمناو الوقت اللي جات القضية متاع الكراد ومتاع محتش الدرقاب ومتاع توسكو فوفولي دونك لهنا ما نجموش نقدموها يعني أنا كهي أرانيك نقدم تقرير مش مش نعمل تصويرها مع رئيس الحكومة بالعكس أنا الهناك نقدم تقرير أروا أبدا من رئاس الحكومة والوزراء كل يتعهدوا بالتقرير ذاك وكل واحد يشوف روحه وين نجم يتدخل وكيفاش ننجم ونحلوا الإشكالات هذيك دونك التقرير هذا للأسف أربع سنين تقرير حتى مرة ما تطرح للنقاش ولا حتى للإستفسار ويمكن حتى ما تحلش ومن المشاكل ذاك كذلك اللي تترك ما دام هو أنه نقاو في الأثناء مؤسسات مختصة مثلاً في إيواء الأمهات العزيبات تفكيك شبكات متهمين بالاتشار بالبشر في مؤسسة مختصة بإيواء الأمهات العزيبات وين المفروض تتم حماية الأم وطفلها مع هذا أي معناه ليزي إحنا إزاء قضية اتشار بالبشر ويزيد في مؤسسة حماية حرامية شوف في القضايا هذوما أرى ونساها هذوما وإلا لبنات هذوما بيانكن إحنا اتطورت عنا خاطر هي من اللول كانت تجي النساء العزيبات أرى وساعة للتوضيح يعني محاولات بيع الرضع ولا بيع الرضع والأطفال رأي وليت ساعة حتى في ديكوب اللي ما عندهم حتى إشكال ما هو خاص لا 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 نحكي إذي رأو هذه كالليميت تتعدى بوضعين بتاع هشاشة بتاع خوص بتاع دوسك هل هي فرجيل المناخ فرجيل أبسوليما هي فرجيل بدرجة كبيرة يا سرعامة روعان نزاد اللي ما يعيشوش الفرجيلية هذي ما يمشاوا للنوع هذا من الكميرس إنساء هذو موالي لبنات اللي يحب لخارج وطر الزواج واللي يمشيوا المؤسسات بشي تحميوا فيها خاطر لا نجمة تنحي صغير لا خايفة من نسل خايفة من الدنيا خايفة من المجتمع خايفة من اللي تحب انتي القات هي زادة شكون يستنى فيها في بعض المؤسسات بشي تجربك الخوف هذاك على خاطر لهنا الناس هذي شنو اللي صار معاها روثة مشكون اللي نجم ياخذ صغير متاعك وانتي تخرج بتفتوفة نجم تدبر ومرك وتمشي على روحك ما هو بشي ياخذ بايته ولي بعده بشي ياخذ بايته ينسي دو سويت دونك لهنا أنا أقول روح حتى في اللي كريتير وقت اللي نحطو ناس يتشد أبدا من الحارس وإحنا ماشيين في مؤسسات اللي طعنا بالطفول يلزموا تكوين ويلزموا مرابقة ويلزموا موما يلزموا يكونوا من إطارات عليا كل شي والرقابة يخوية تميسال يخوية نحطو حتى تحط لكاميرا تحط لكاميرا بارتو يلزم يتحطوا لكاميرا في المؤسسات المنوع هذا في اللي دي باسمان يلزمنا دي كاميرا دونك لهنا ميخلاف لكاميرا أنا أقول رأي الإرادة إذا كانت تتوجه الإرادة الدفات وأننا نحدو من الأشكال هذي بارنا ننجم ونلقو حل مدام روضة العبيدي اليوم هل يصير الانتباع عندكم في الهيئة الوطنية اللي هي مكسب الحقيقة على الأقل هكتقول لنا هنا في حصة إذاعية كتتسمعها للجميع تقول لنا الوضع اليوم هل عندكم انتباع أنه هي شبكات عندها امتدائدات دولية وإلا الأمور ما زالت محصورة في تونس معناها الحقيقة فيما يخص مثلا بروات التشغيل ما في المئة فهمها امتدائدات دولية لكن اليوم الانتباع العام شوف هو بالأساس لو كان احنا نعمل واناليز خطر نحنا عملنا خدمنا عليه ذو من البروفيل بتاع ليترافيقان كيف ما قلت لك احنا في 2020 حتى ليترافيقان تبدله باعتبار وإنه الدنيا كل شيء تبدله بالنسبة للشبكات هذو أول حاجة هما شبكات ما هماش مثلا نعطيك بالنسبة للأجانب اللي يتم للتجار بهم يجيبوهم لتونس تقريبا أغلبها تلقاها شبكات عائلية وإلا شبكات بتاع واحد اثنين واحد بش يبعث واحد بش يتلقى لنا شبكات ما هيش كبيرة في تونس تلقاها جنرالما وضعيات لها شاشة وتلقى وسيط واحد يترصد نس تعس يتعس منين بش يطير الفلوس ولا كيفاش بش يستغل ولا بش يستغل هذا ده في مجال الاستغلال الجنسي ولا اللي هو الأطفال ولا الأنساء ولا اللي تحب بنتي نقوله مكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج مكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج الإشكال وأنه احنا مع برشة بلدين معناش ليمان بكون سابت ومعناش نفس درجة على الأقل على مستوى القوانين احترام حقوق الإنسان يعني اليوم أنا وقت اللي نجي نهز إنساء لبلاد معينة بش تمشي على أرطالها هي بش تمشي على أرطالها هي والباهي وأنه في إحدى القضايا اللي هربت من هنا خاطر من إحدى الملفات الكبيرة اللي محلولة واللي تحل فيها تحقيق وتم فيها حتى الحجز توسكو فوفولي وثم شبهة طبيض أموال يانسيدو سويت هربت مشات للبلاد هذه ولتوما زالت موجودة غادي اليوم بالنسبة للشبكات هذوما وقت اللي احنا نقوله رئيز مؤسسات الدولة لكل تقف وبتاتر احنا كان وقت اللي تحركت الهيئة على المكاتب هذي على الأقل ساعات هكا جي حاجة به نقوله رئي جات حاجة به احنا مثلا في 2020 فرحنا برشة وقت اللي ولت عنها نسبة 23 من الإشعارات بضحايا الاتجار بالأشخاص جات من مؤسسات الدولة من داخلية من وزارة المرأة ايه سورتو سورتو جات من وزارة الخارجية خطر احنا نقوله على الأقل الناس اللي تخرج الملحقين الاجتماعيين يسالش مفاهة باس انتي ملحق اجتماعي مثلا في بلاد بلدان العربية جات وصلت ميات مرأة مفاهة باس نشوف الميات مرأة بالعقود اللي جات جابوها باهم أسكو العقودة ذيكا صحيحة وإلا لا أسكو الشيخ المخدمة ذيكا وإلا لا مش جي بعقودة خطر ناس خرشتوا بعقود رايز حيحة لنا بعقود ما فيها حتى إشكال ما وقت لي وصلوا غادي بتبع تحط تحط على ذمة كفيل كفيل تنجم تكون عندهم ميات واحدة أحنا جزت في هذه مشينا المجلس النواب خطر لي هنا حقاقا للحق بيش تعرفوا إلي أحنا فياش قاعدين نخدموا وراي الهيئة ماهيش روضة العبيدة الهيئة راي مؤسسات راي فيها أفناش النوزارة فيها الإعلان فاها الحقوق الإنسان فاها المجتمع المدني مشينا المجلس النواب وكانت هذيك مش صرخة أكثر من صرخة هزينا توتان دوسي على إنسانة خطر لي هنا وقت تقول إنسانة وقت لي تشوف أنت في إحدى البلدان العربية وين تحطط إنساها ذوما تحطوا في بقعة اللي فاها الجناح متاع المبيعات جناح المشتريات وجناح التسليم إيبات وإذا كان جاء في جناح المبيعات يجي ويشوفوا يختار برشة جنسيات من جملتهم بناتنا نحن يختار إذا كان يختار منهم يحولوهم اللي هذيك ما عادش في المبيعات في المشتريات اللي يكمل هو يخلص ويريق الفاتوراته يجي ياخذ السلعة متاعه نحن هذا هزيناه مش بالكلام هزيناه بدي دوسي هزيناه بتصاور ومشيت أنا والداخلية بتصاور وبتوسكيفو صارت حاجة؟ أبار في وقتها والناس باهيجة نعملوا قانون ونعملوا 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 والمكاتب هذي لليوم والغدوة وكان نعطيك ديزادرس وتدخل على الفيسبوك وتلقىها لتوم زي تتبيع وتشت ثم من المكاتب اللي تهبط إعلان تقول لك رو بش تمشي البلد الفلانية والفيزا تاخذها في خمسة يام أباي إيبا وي الفيزا ياخذها في خمسة يام وتهبط نسخم بتاع اللي برانسيب حتى بحماية المعطيات الشخصية نورمال ما ما يهبطش تهبط وتهبط كيف كيف اللي 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 ويهبطول كتصور بتاع دي جون هذا بحث أودي وهذا بحث بسات وهذا بحث مرسدس ويقول لك هذا البعثناه في البريود الفيت خطر كامل بيانسور بش تجي شباب أخرين ويجي ناس أخرين ونبعتوا يعملوا التري اللي يبعثوه لداعش يبعثوه اللي يبعثوه للخدمة يبعثوه ولي يبعثوه للاستغلال بصفة عامة يبعثوه لنه إذا كان دولة وإذا كان أحنا هذا مشروع في 2018 مشاه بملف من نوع هذا بتصور من نوع هذا ومحرقونيش شكرا لك يا وضر عبيدي بارك الله فيك شكرا لك وشكرا لأعمال الممتز اللي قاعد يصير هذي الكل نشده على يديكم وشكرا لك على كل المعلومات في كل الأحيان في كل الحالات غدوة يخرج التقرير متاع 2020 مش نقراوها بنتي به كبير ياسر وفي الأثناء أنا نوعد كنون عادوا نتقابلوا في أقرب الأوقات على خطة لازمنا نحكيه على الهجرة الغيرة النظامية زي ذا كذلك الحرقة وما أدراك ولي قاعدة تعمل فيه من كوارث نوتا مالي صاير في المهدية 19 نفقود 34 حوالي 30 شاب كارثة أخرى ولي ساير في صفاقص ولي ساير في برشا بقايا في تونس